بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس مادة الدراسات البلاغية والنقدية قلنا قد تكلمنا في درس الماضي عن علم البيان وعرفنا طبعا في علم البيان أن علم البيان يتحدث فيه عن التشبيه بدأنا بالتشبيه وعرفنا أنه هو مشبه ومشبه به ووجه شبه وادات تشبيه وعرفنا أن الركنان الرئيسان هما المشبه ومشبه به القسم الثاني من علم البيان قلنا إذا حدث طرف من طرفي التشبيه هما مشبه أو مشبه به هو الاستعارة الذي سنأخذه بإذن الله في هذا الدرس وستحدث فيه عن الاستعارة وتدريبات على الاستعارة وشاركني في تقديمي هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ عادل السويلم نحن في الوحدة الأولى دراسات بلاغية بعنوان دراسات بلاغية ونحن عرفنا أيضا أن الكتاب ينقص منها قسمين قسم الأول منهم يتحدث فيها للدراسات البلاغية والقسم الثاني يكون حديث فيها للدراسات النقدية في الموضوع الثالث من مباحث علم البيان ما زلنا في الموضوع الثالث من مباحث علم البيان وموضوع الثاني فيه علم المعاني وموضوع الأول تحدث عن البلاغة وتعريف البلاغة هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك أيضا الدخول ومشاهدة هذا الدرس وصلنا إلى الاستعارة ثالثا الاستعارة طبعا لاحظ تعريف علم البيان ثم التشبيه ثانيا ثالثا الاستعارة هذا هو رابط الدرس الرقمي أيضا بإمكانك الدخول ومشاهد الدرس الاستعارة الاستعارة ذكرنا في أثناء الحديث عن التشبيه أنه لا بد من ذكر طرفيه المشبه والمشبه به فنقول على سبيل المثال سمعت من معاذ كلاما كالدرر فيكون هذا تشبيها لكننا حين لا نذكر أحد طرفي التشبيه فنقول سمعت من معاذ دررر أو سمعت منه كلاما غالية ثمن فإننا في هذه الحالة نخرج من باب التشبيه وندخل في باب الاستعارة عندما أقول محمد سمعت من معاذ درر كلاما كالدرر فأنا ذكرت كلاما كالدرر هنا مشبه ومشبه بهذه التشبيه إذا حذفت طرف وذكرت طرف هنا يسمى استعارة سمعت من معاذ درر ومعنى أنه كلام فأنا حذفت كلام وبقيت درر هذه هي استعارة وهو التشبيه وذفة أحد الطرفين ففي المثال الأول ذكرنا المشبه وهو الدرر وحذفنا المشبه به هو الكلام وتسمى استعارة تصريحية إذن استعارة أما أن يحذف مشبه ومشبه به حذف المشبه لاحظ هنا حذفنا المشبه هو الكلام استعارة تصريحية معنى أنا صرحت بالمشبه به وحذف للمثال الثاني للمشبه به هي استعارة مكنية تسمى استعارة مكنية معنى أنني حذفت المشبه به وأبقيت المشبه هذه استعارة مكنية حذف المشبه ويبقى المشبه به هي استعارة تصريحية بأنواع الاستعارة وفي المثال الثاني صنعنا العكس فذكرنا المشبه وحذفنا المشبه به وتسمى استعارة مكنية ولا نعني بالاستعارة سوى هذا مما يجب التنبيه عليها أننا حين نحذف المشبه به في الاستعارة فلابد من ذكر شيء من لوازمه ليدل عليه لأنه موطن التجسيد والتصوير المشبه به هو الأصل أن تتشبه شيء بشيء فالمشبه به هو البارز هو الصفة البارزة فيه فإذا حذفت لابد أن تذكر شيء مما يتبعه من لوازمه أنا عندما أقول مثلا رأيت بحرا يتصدق هنا حذفتنا المشبه حذفتنا المشبه مثال السابق عندما أحدفنا مشبه به وقلنا بالدرر ومشبه به الدرر أتينا بشيء من لوازمه غلاء الثمن وهو غلاء الثمن ليكون الدليل عليه ولابد الاستعارة من علاقة بين المعنى المستعار له ومشبه في الأصل من المعنى المستعار له يعني أنه أنا أخذت شيء بشيء مقصود بها العلاقة التي تكون المعنى المستعار منه وهو المشبه به في الأصل وهذه العلاقة هي المشابهة معنى أن الأصل في الاستعار أصلا هي تشبيه لذلك علاقة الكلمة مع الكلمة الأخرى هي مشابهة هي العلاقة التي تكون بين المشبه والمشبه به بمعنى وجود شبه بين المعنيين فالذي أتاح لنا إقامة الاستعارة في المثال السابق هو وجود تشابه بين كلام معاذ والدرر وجود تشابه بين كلام معاذ والدرر جميل ولا بد في الاستعارة كذلك من قرينة تدل على المعنى المراد بمعنى شيء يدل على أن هذا المعنى هو ليس المعنى الحقيقي طبعا لأن عبارة عن استعمال الكلمة في غير معناها الأصلي ولعدنا لمثال السابقين لو وجدنا أن القرينة في المثال الأول هي كلمة سمعت والقرينة في المثال الثاني هي غالي الثمن هي غالي الثمن فهتان قرينتان تدلان المخاطب أو القارئ على أن مراد جعل كلام معاذ على سبيل المبالغة مثل الدرر فقال هنا سمعت وهنا درر سمعت درر سمعت درر إذن هنا بالتأكيد أن درر ليست كلمة حقيقية ما معنى الحقيقة؟ معنى أن هذه الكلمة استخدمت في معناها الأصلي الذي وضعت له في اللغة مثل أسد فأنا استخدمت أسد للحيوان معروف لأنه عندما أقول رأيت أسد أن يمشي بين الناس فهنا أنا استخدمت كلمة أسد للرجل أقصد رجل يشبه الأسد فهنا دلت على أن هذه الكلمة استعملت في غير معناها الأصلي الذي وضعت له في اللغة لقرينة قرينة هي يمشي هي دلت على أن الكلمة غير حقيقية أو كلمة أن هذه استعارة الرجل يشبه الأسد مثلها كلام كالدرر مثل هذه القرينة تسمى قرينة لفظية لأنها لفظ في العبارة نفسها والقرينة اللفظية إن وجدت تتعلق بطرف التشبيه المحذوف وانظر إلى المثال الأول تجد أن القرينة فيه تتعلق بالمشبه المحذوف لأن الذي يسمع من الإنسان كلامه سمعته يسمع من الإنسان كلامه ثم انظر إلى المثال الثاني تجد أن القرينة فيه تتعلق بالمشبه به المحذوف لأن الدرر هي التي توصف بالغلاء الغالية الثمن توصف بالغلاء وقد تكون القرينة حالية بمعنى أن حيانا قد لا تكون هناك قرينة لفظية مذكورة في المثال وإنما من حالة الكلام اللي فيه بمعنى أن السياق والمقام هذا يسمى قرينة حالية يدل على المعنى المراد ولا يوجد قرينة ملفوظة يمكن أن تستخرج من العبارة وهذا كما في قوله تعالى في قوله تعالى الله وليه الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور كلمة الظلمات هنا استعارة شبه الكفر بالظلمات شبه الكفر بالظلمات ثم حذف المشبه وهو كلمة النور استعارة وفي كلمة النور طبعا حذف المشبه في كلمة النور استعارة حيث تشبه الإيمان بالنور يخرج من الظلمات إلى النور ثم حذف المشبه والقرينة هنا مفهومة غير ملفوظة قرينة حالية بالتأكيد أن الظلمات هي الكفر وأن النور هو هو الإسلام والهداية أو الإيمان نشاط هنا في الاستعارة إذن الاستعارة عرفنا أنه هو تشبيه حذف أحد طرفيه هو الأصل تشبيه حذف أحد طرفيه حول التشبيهات الآتية استعارات لاحظ صالح كالبحر في وجوده عبد العزيز مثل البدري في علو منزلته أروى تشبه الجوهرة الذهبية في نقائها لاحظ هذه تشبيهات نريد منك أن تحولها لاستعارة أن تحذف طرف وأن تبقي طرفا صالح كالبحر في وجوده مثلا تقول رأيت بحر يمشي يمشي هنا قرينا أن صالح هو البحر ليس بحر حقيقي لقد قلت رأيت بحر ومسكت هنا بحر حقيقي لا عندما قلت رأيت بحر يمشي أصبحت بحر هنا هي استعارة وليس حقيقة وعبد العزيز حدثت بدرا مثلا عبد العزيز مثل بدر في علو منزلته أقول مثلا حدثت بدرا هنا أيضا تكلنت مع بدر ومدعنا أن عبد العزيز في استعارة كذلك في أروى أقول مثلا هذه جوهرة أخواتها هذه جوهرة أخواتها إن بلاغة الاستعارة تكمن في الإيجاز الذي يختزل كثيرا من المعاني إذ يتناسى التشبيه ويتقلص الفارق بين المشبه والمشبه به يعني ما فيه هناك فرق بين المشبه ومشبه حتى يصبح المشبه كأنه هو المشبه به أو يصبحان شيئا واحدا لذلك هي أعلى من التشبيه فالاستعارة هي أعلى من التشبيه بيانا حتى يصير المشبه كأنه هو المشبه به وليس شبيها له كما في التشبيه وهذا هو وجه المبالغة والتأكيد فيها كما أنها تسمح ببث الحياة في الجماد وتجسيد المعنويات ومن الاستعارات في الكتاب العزيز قوله تعالى والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس فالاستعارة في كلمة تنفس حيث شبه انتشار الضوء في الصباح بالتنفس ثم حذف المشبه والقليل اللفظية هي كلمة الصبح هي كلمة الصبح فالصبح لا يتنفس إن جمد ومنها قول الله عز وجل وهديناه النجدين والاستعارة في كلمة النجدين حيث شبه طريقين الخير أفوال الخير والشر بالطريقين المرتفعين الواضحين بجامع الظهور والوضوح ثم حذف المشبه والقليل اللفظية هي كلمة هديناه ومن الاستعارة قول إليا أبو ماضي والبحر كم سألته فتضاحكت أمواجه من صوتي المتقطع ففي كلمة البحر هنا استعارة لأنه أراد تشبيه البحر بالإنسان ثم حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه وهي المساءلة وأيضا في قوله فتضاحكت أمواجه استعارة مكنية حيث تشبه الأمواج بالإنسان فحذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه وهو الضحك الخلاصة أن الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفين هي في أصل تشبيه حذف أحد الطرفين والعلاقة بين الطرفين الاستعارة هي المشابهة هي المشابه لأنه في أصل تشبيه لابد في الاستعارة من قرينة وهذه القرينة إما أن تكون لفظية مذكورة في الكلام أو تكون حالية بمعنى تفهم من السياق والمقام هذا خلاصة الاستعارة أنه هو تشبيه حذف أحد الطرفين في التدريبات بإذن الله سيتضح المقام والمقال أكثر تدريبات هنا تدريبات التي فيها أن تكون التوضيح الأكثر وأيضا تعرف فيها من خلالها الاستعارة أولا حدد موضع الاستعارة وبينها في كل مما يأتي قال تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا هنا أين الاستعارة؟ موضوع الاستعارة جميل هنا موضوع الاستعارة في قوله وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ طيب شبه ماذا بماذا؟ هنا أقول شبه الذل بالطائر ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازيمه هو الجناح لم يقل طائر لما قال جناح فهنا دل على أن الذل هو الطائر قال تعالى وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَى الْغَضَبِ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًا وَرَحْمَةً لَلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ أين الاستعارة؟ أحسنتم هنا الاستعارة في سكت عموس الغضب سكت عموس الغضب شبه ماذا بماذا؟ ممتاز هنا شبه الغضب بإنسان ثم حذف المشبه به وبقيها وأبقى شيء من خصائصه هو السكوت سكت هو السكوت قال تعالى هنا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وقوله تعالى أيضا أفلا يتدبرون القرآنهم على قلوب أقفالها وأيضا قوله تعالى إِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِي لاحظ هنا استعارات يلذب أن تحدد أماكنها أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى موضع الاستعار اشتروا الضلالة بالهدى اشتروا الضلالة بالهدى ماذا موضع الاستعارة؟ شبه ماذا بماذا؟ أحسنتم شبه الضلالة بالسلعة التي تشترى والثمن هو الهدى فحذف مشبه به هو السلعة وذكر شيء من لوازمه هو اشتروا وهو اشتروا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هنا شبه أم على قلوب أقفالها طبعا موضع الاستعارة جميل هنا شبه قلوبهم بالصناديق واستعار لها شيء من لوازمها وهي الأقفال هنا حذف الصناديق وبغى أبقى شيء من لوازمها واستبعاد فتحها واستمرار انغلاقها وهنا في إن لما طغ الماء حملناكم في الجاري هنا لما طغ الماء هنا شبه زيادة الماء بالطغيان لجامع تجاوز الحد قال تعالى قال ربي إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا وقوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من رقدنا وأيضا قوله تعالى ومن اشتوي الأعمى والبصير موضع الاستعارة في المثال الأول هنا اشتعل الرأس شيبا اشتعل الرأس شيبا ما الذي شبه هنا؟ شبه الرأس بالوقود شبه الرأس بالوقود ثم حذفه مشبه به ورمز إليه بشيء من وازمه طيب قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هنا الاستعارة بعثنا من مرقدنا هنا تقول شبه الموت بالرقاد وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الرقاد في النوم مثل الموت وما يستوي الأعمى والبصير هنا الأعمى والبصير الأعمى والبصير موضع الاستعارة شبه المجادل بالأعمى والبصير بالمؤمن قال تعالى فمن يكفر بالطاغوتي ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ويقام الصلاة ويتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان في الأولى من فمن يكفر بالطاغوتي ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة هنا موضع الاستعارة العروة العروة الوثقة وشبه كلمة التوحيد العروة موضع شد اليد وحذف المشبه وأتى بشيء من لوازمه هي استمسك وهي استمسك وهنا بنية الإسلام على خمس موضع الاستعارة بنية الإسلام بنية الإسلام وهنا شبه الإسلام بالبناء بجامع التماسك والاعتماد على قواعد ثابتة ذكر المشبه وحذف المشبه به وكان عنه بشيء من لوازمه عندما قال بنية قال اتهامي في قصيدته المشهورة في رثاء ولده قد لاح في ليل الشباب كواكب إن أمهلت آلة إلى الإسفاري وقال المسنبي ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن أقراني قد لاح في ليل الشباب كواكب إن أمهلت آلة إلى الإسفاري هنا استعارة قد لاح في ليل الشباب كواكب هنا شبه ابنه بالكوكب الذي حدف مشبه طبعاً أتى بشيء من نوازمه هو الظهور ثم الاختفاء بعد أن موت ابنه شبه بالكوكب الذي يظهر ثم يختفي عند المتنبي ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن أقراني هنا بالرأي وهنا شبه الرأي الجيد بالرمح الرأي الجيد بالرمح بجامع الطعن قال أبو العتاهية وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان وقال أبو تمام من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأمان لم يزل مهزولاً وإذا العناية لاحظتك عيونها هنا هذه موضع الاستعارة وإذا العناية لاحظتك عيونها شبه هنا العناية أو الشاعر العناية بإنسان ثم حذفه ومشبه به ورمز إليه وهو بشيء من لوازمه وهي العيون أبو تمام من كان مرعى مرعى روض الأماني مرعى روض الأماني وهنا شبه الأمني بروضة يسقيها من العزمه وهموم حذف المشبه ورمز له بمرعى قال أبو ذأيب الهدلي وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع وقال البحتري أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً من الحسن حتى كاد أن يتكلم وإذا المنية أنشبت أظفارها أين الاستعارة؟ جميل هنا استعارة وإذا المنية أنشبت أظفارها هنا شبه المنية بالوحش وحذف مشبه به وأتى بشيء من لوازمه وهي الأظفار أو بالطائر الكاسر وما إلى ذلك قال البحتري أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً موضع الاستعارة هنا أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً صور الربيع هنا بإنسان يأتي ويختال ويضحك وحذف مشبه به وجاء بشيء من لوازمه هي القدوم والخيلاء والضحك قال الشاعر في مدح كريم بح صوت المال مما منك يشكو ويصيح وقال المتنبي في سيف الدولة المجد عوفي إذ عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك السقم بح صوت المال مما؟ أين الاستعارة؟ أحسنتم هنا الاستعارة في قوله صوت المال صوت المال هنا شبه المال بإنسان وحذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه وهي الصوت وبح صوت قال المتنبي المجد عوفي إذا عوفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك السقم الاستعارة في قولنا هنا المجد عوفي وهنا شبه المجد بإنسان عوفي وحذف أيضا مشبه به وأتى بشيء من لوازمه ألا وهي العافية ألا وهي العافية؟ قال دعب الخزاعي لا تعجبي يا سلمة من رجل ضحك المشيب برأسه فبكأ وقال أحمد شوقي دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني لا تعجبي يا سلمة من رجل ضحك المشيب برأسه فبكأ أين الاستعارة؟ أحسنتم هنا الاستعارة ضحك المشيب ضحك المشيب هنا شبه المشيب بإنسان يضحك وحدف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه وهي الضحك وهي الضحك فبيض الشعر كأنه بيض الأسنان قال أحمد شوقي دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني هنا دقات قائلة دقات قلب المرء قائلة شبه دقات بإنسان يضحك يتكلم وحدف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه ألا وهي الكلام قال أعرابي يمدح قوما أولئك قوم قد صغت آذان المجد ليهم وشعرت بالفخر لما حدثني التاريخ عن أمجاد أمتي طار خالد بخبر نجاحه قال أعرابي يمدح قوما أولئك قوم قد صغت آذان المجد إليهم هنا الاستعارة آذان المجد شبه المجد أيضا بإنسان له أذن حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه ألا وهي الأذن شعرت بالفخر لما حدثني التاريخ حدثني التاريخ وهنا شبه التاريخ أيضا بإنسان يتحدث فيحذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه ألا وهي التحدث طار خالد بخبر نجاحه هنا طار خالد موضوع الاستعارة وأيضا شبه خالد بالطائر حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه ألا وهي الطيران ثانيا هنا في كل مثال منما يأتي أكثر من استعارة استخرج هذه الاستعارة وبيّن نوعها سنستخرج هذه الاستعارة سنذكرها لكم وأنت عليك أن تكمل الباقي قال المتنبي فلم أرى قبلي من مشى البدر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد هنا الاستعارة مشى البدر وتعانقه الأسد جميل مشى البدر لاحظ وتعانقه قال أبو نواس استعطف الخليفة الأمين حين سجنه تذكر أمين الله والعهد يذكر بقامي وإن شاديك والناس حضر ونثري عليك الدر يا در هاشم فيا من رأى درا على الدر ينثر موضوع الاستعارة هنا نثري عليك الدر ودر هاشم في فصل الربيع تلبس الأرض ثوب بهائها وتضحك من بكاء سمائها هنا الاستعارة في تلبس الأرض وتضحك من بكاء سمائها جميل ثالثا هنا بين موضوع الاستعارة ثم عبر عن معنى ذاته بسلوب تشبيه وبسلوب مباشر كلامك يدمي القلب لفظك حلو المذاق ابتسم الحظ كلامك يدمي القلب نقول مثلا يدمي هنا كلامك كالسنان يدمي القلب هنا حذف طبعا السنان التعبير بالتشبيه أسلم مباشر مثلا كلامك يحزن قلبي لفظك حلو المذاق تقول لفظك حلو لفظك مثل الشهدي حلاوة هذا في التشبيه هنا في بداية لاحظ لفظك حلو لفظك حلو مذاق هذا السعارة ثم التشبيه لفظك مثل الشهدي حلاوة والتعبير بالسلم مباشر تقول لفظك جيد ابتسم الحظ الاستعارة في قولنا ابتسم طيب نريدها بالتشبيه تقول حظك باسم كثغر باسم للسلم مباشر تقول مثلا حظك سعيد حظك سعيد غرّد المنشد الاستعارة في غرّد المنشد او غرّد نريدها بالتشبيه ماذا تقول رأيته منشدان يغرّد كالبلبل هنا التشبيه التعبير المباشر رأيته منشدان يغني اكل الصدأ الحديد ها السلوب استعارة في اكل الصدأ اسلوب التشبيه هنا الصدأ في الحديد كالناري في الحشيم اسلوب مباشر تقول انتشر الصدأ في الحديد رابعا هنا استخدم كل كلمة مما يأتي في اسلوب استعارة المطر والساعة والحجر والبخل والسحاب والنار اسلوب استعارة تقوم مثلا في المطر عند الوداع همر المطر من العيون هنا شبه البكاء والعيون والدموع بالمطر الساعة الحجر قلب الظالمي حجر قلب الظالمي حجر البخل هنا جمع الحق لنا في امام قتل البخل صار صبح هنا استعارة في البخل ايضا السحاب تعرض لي السحاب وقد قفلنا قفلت اليك ان معي السحابة فقلت اليك عني ان معي السحابة السحاب هنا مقصود به هنا في الاول المطر والثاني مقصود به الرجل الممدوح قال تعالى ان الذين يكتون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ولا يكما يكون فطونهم الا النار وهنا في قولنا النار استعارة في قولنا النار هذا ما اردنا ان نورده في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين